يا حلا يا حلا شربكم قطيب قهوة من ايدان مريانا مزون قطيب قهوة من ايدان مريانا تشربه بس لانه عاطيني هومورك أنتوني مخرطش على ايه مرمورة نعم اشربك قهوة من ايدان مريانا هون زعتري في جنت بتأييمة ايه مرحب تلعب بالتليفزيون كلو النهار قرب ساعدني شوية من زعتريات يلا تشوف شلية هالتليفون من ايدك شلية هالتليفون من ايدك شبئة وشبئة وادن انتها تسرق للقل الأخرى قلّة يقويك و قلّة يقويك وهالضحك العظيمة بيقعدوا بيلعبوا بالتليفون كلو النهار زعتريات بدوا انتوا في ايهي نجد جيل جديد كيرسي كيرسي وقيا قلوا لعب على التليفزيون ولعب وطحنات مفي شغل كيف انو عدوه كيف انو عيش ستنا خبرين عنيك شو اسميك يعني ادي صليك بها الضيعة وخبرين عنها الضيعة وهالقعدل التقليدية اولا انا خلقاني بها الضيعة باي اسمه جريس دومت كان يحكي كلمة وحدة بس يحكي انا ما نسترجش نتحرك بتكون تفقز عطريت ما نسترجش نقوم قبل ما نفقيهم بتكون تغزلوا صوف تتحيقوا كنزات ما كانش في خطان بالسوق تتحييك نقعد نغزل ع المغزل تنرجع نحييك الكنزة نجي نخبوز نروح نجمع حطب من الحقلة ونجي نخبوز عصاج هكي نعيشين اليوم بيشتغلوا بالتليفون وبالتليفزيون وهيها نجدك بس اللبنان عم بيرجعوا الاساس عم بيرجعوا الشابيب على الضيعة اوه بني يرجعوا بني يرجعوا يحملوا عالدواب وعالجمال ميزوت قفيش كهرباء قفيش هاك سفاينة باخر الشي يلا ان شاء الله بتروق الأحوال ستنا شعمت عملي يلا انا مفق ازاتر هلا عم بشرب قهوة طيب اوك 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 يعني بحق بيرجعوا بتخلص قهواتك وبرجعوا لا بخلي القهوة بعدين لا الان اشرب قهواتك انا دقيقين بس عرفوا على ابنيك ونكفووا برجعوا على عندك طيب جيداً جيداً سأعرفكم على بسام لتلكم اليوم أنه هي حلقة مهضومة شوي هي اليوم رح نتعلم كيف نعمل حليب كيف نعمل جبنة كيف نعمل لبن مش نعمل حليب نستعمل حليب تناعمل كل البقية يعني إذا عندكم عشرة لترحوا حليب فيكم تروح عند أقرب حدا عنده حليب إن كان بقر إن كان غنم إن كان مازي بس اليوم نعمل بحليب البقر بعشرة لترحوا كمية لبنة لبنة جبنة أربع أنوية كلهم نصوى بالبيت بأقل من ساعة إنتو جاهزين تنشتغل مع بعضنا لمدة ساعة ونشوف كيف يكن تعملوا الشغل للبيت خلق قوش أعرفكم على بسام يعرفنا عن هيدا البيت القديم يحكي شو عن حالو ودغرفيتين على المطبخ الحليبات صاروا على النار هلا هلا فرصة ومتعة إن يكون معاكن بعشرة لترحليب فينا نعمل أربع أصناف جبنة وفينا نعمل لبنة وفينا نعمل لبنة وفروا وقفة سوبرماركت وفروا عجعة الترقاط وفروا مواد حافظة وفروا ما بتعرفوا شو موجود بالحليب ومين يشتغلوا اشتغلوا ببيتكن بأقل من ساعة فيكن تعملوا أربع أصناف جبنة وصنفين لبنة بسام قبل ما نبلش انت مين؟ انت بتبيع جبنة وبتبيع لبنة وبتبيع لبن وبتبيع حليب في ناس تشتغل حليب من عندك انت بتشتغل بضمير وحكيين ساعات 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 عن هالحليب يلي انت بتعمي بقرتك مثل كما بتعمي ولادك بس خبرنا شوي عنك كيف بلشت وين الناس فيها تلاقيك رقم التليفون وبعدين ليش عم بتعلم الناس انت عم اليوم هيدا الشي كتير جديد انو عم بتعلم الناس و تقولهم عملوا ببيتكن بديل ما تشتروا من عندك قديش انت بتحب العطاء انا بسام التب انا بلشت بالمزرعة اشتغلت كتير تأوصل محل ما انا اوصل محل ما نحنا هلأ بعالم الجبنة كتير بتعنيلي جبنة البلدية بشكل خاص لانو ما عنا غير جبنة بلدية ودائما بحكي عن هيدا الموضوع بارك تصير جبنة لبنانية يارب يوم من الايام انا تعلمت هؤدول اشيات عبت كتير تتعلمتون تسافرت اكتر من مرة عشر مرات اقدر اتعلم صنف جبنة واحد متل ما الناس كانوا عم يعطوني هونيك بقلبي كبير انا قررت اني اعطي هون بقلبي كبير المزرعين اذا ضلوا مغلقين عبعضوا مرح يقدروا يطلعوا يمنح نقدر نطلع بالمهنة لازم هاي المهنة تطلع يالي مش قدران يصنع ببيته يجي لعنه رح يشتري نفس البرودويل اللي انا عم قوله هلأ ليه هو بيصنعوا ببيته بقراتنا صورنينهم مرة الماضي هني موجودين فعلا بجانة هني فالتين بأحلى منطقة بلبنان برواق ومبسوطين وعم يكلوا اكل نظيف وعم يشربوا مي نظيفة نحن موجودين بمنطقة عالية هلأ نحن على 1250 بس مزرعتنا على 1400 وبقراتنا على 1700 نحن عائلة بنشتغل مع بعض هيدا البيت حبيتنا نتصور فيه اليوم هو بيتنا اللي مصيف فيه هو بيت معمرو جدا باي جدا لمرتي لبي جدا يعني هو هيدا عمرو يمكن شي 200-300 سنة البيت حجارو كتير عتيقة كتير كبيرة ما بعرف كانوا يشتغلوا بهيدا الطريقة نحن رمام ناقب ما نتجوز وعيشين فيه بالصيف أنا ومرتي وولادي اليوم رح نعمل الجبنة بمطبخنا المتواضع الصغير ورح لكم انو هيدا الجبنة تنعمل بكل مطبخ وبي كتير سهولة يلي منو قدران يوصل على الحليب يجي لعنا ويلي منو قدران ياخد حليب اذا نحن ما وصلنا له يجي ياخد برودوي من عنا انت عندك حليب وبتبيع حليب نحن عنا مزرعة من انتوش حليب منصنعه ومنبيعه للناس سوفينا ننزلوني على الطاولة ارقام تليفوناتنا 037904 هرق من المزرعة 0943067 034605 043605 746219 هاو الارقام ليش عملوا اعطي ارقام كتير بالمزرعة ما في ارسال يعني الارسال عنا كتير ضيف ما في ابدا حطينا 09 هوائي تنقدر ناخد منو وتركنا تليفونات بين الفو وانتسي هيك بيضلي من وقت لوقت في تليفون فاتح بس تحبوا تتواصلوا معنا تقعوا على الروائل عنا او دقولنا طيب يلا انلاحك لجوة نحنا هون يكسر الشر اول شي فيها كسرت واحدة ونحنا رح نشرب قهوتنا فيك تشرب قهوتنا فيك تشرب قهوتنا على الوقت تنعرفهم على الزعتر كيف واحد يفقق زعتر ستنا قديش بده وقت اول قبل ما تقضفوه وكيف تفقيهم هيك على الواقف اسمال عليك ضهريك لا فيك تقعد كمان وتفقق بس انا بلاقي هيك اهيان لي اي اي منفق الزعتر بعدين مندق ومنطحنوه ومنحط له سماء وسمسم وملح بيصير زعتر كتير كتير طيب يعني انتو زعتراتكم من عندكم ايه ما بجيوا من عند حضن زعتراتكم البيت زعتراتنا اي نحنا ما منشتري موني كل الموني نحنا منعمله وهاك عايشين بالجبر هاي عيشتنا هيدا شغلنا ايه ايه ولما بيكون معناش مثلا موني متل هلا نقعد نشتغل صوف يلا بعد شوية رح نفوت بس تنعطي اهمية لابني تما يفكر انه انا جيت كرمالك بس تنفرج شوية البني ولبن وبرج على عندك منشوف الصوف تايت كنزة الشتاء عم تتحضر هيدا هو البيت قديم طلعوا سمك الحيط سمك الحيط هل انت مستعد؟ نعم واقع على اهوة احاولوا مارك كتير قوي انت عجد تركنا الاليشي في الوقت فانت الاليشي فانت الاليشي نعم بسيطة بس هم منبلش information من الاول الطريق معنا 10 لتر حليب 10 لتر حليب 10 لتر ملك شو بي نعمل فيهم وكيف وكل المراحل قبل ما نبلش نشتغل فيهم خبرنا ب10 لتر كيف بيتطهروا كيف بيتنظفوا كيف بي نعملوا قبل ما نبلش نشتغل وما تعطى الهم كتير شكلك حلو القهوة شكلك كتير مردوم في الخير طيب بعشرة لتر حليب قصمنا 6 لتر حليب للجبنة و4 لتر حليب للبن واللبنة ل4 لتر حليب للبن واللبنة سبقنا المراحل عملنا 2 لتر حليب منه لبن تنرجعنا منه لبنة مثل ما راح نعمل هلا باللبن اللبن نعمله أول شي بحب يقول شي بقوله كل مرة وضروري يقوله تنعمل أي مانتوش حليب لازم نعمل البستوريزاسيون للحليب لازم نفور الحليب نعقمه للبن على 93 درجة للجبنة على 72 درجة إذا ما فورنا الحليب ما فينا نشتغل هيدا إنون ومبدأ وكل شي لأنه إذا ما فورنا الحليب ممكن نقول بروسيلا أو أي شي للناس ونحن ما بدنا نعمل هيدا الشي لازم يكون 93 ومش 92 ومش 94 لللبن 93 لازم واحد يكون عنده بيته ميزان الحرارة هيدا ميزان الحرارة في يجيب مثله بتفوره على 93 وتوقف؟ بتوقف على 93 وتنزله حسب الحرارة والشوب والشطة والصيف بس بين 45 وال50 درجة لازم يصير لكن مراحل أخذنا الحليب طلعنا على 93 دغري دغري بيطلع على 93 ومنوقف دغري ميزان ننزله ومنزده على 45 كلهم 10 لتر لا لا أول قلت لك أصلنا الحليب 4 لتر و 6 لتر ستة لتر حليب بس فينا نوصله ل 72 درجة و 4 لتر حليب بدينا نوصله ل 93 درجة عظيم ستة لتر حليب رح نعمله للجبنة لازم نشتغلهم على حرارة تحت الاربعين بين 35 و 40 درجة وإلا المش ابني تموت والحليب اللي بدينا نعمله لبن لازم ننزله بين الاربعين والخمسين درجة فينا نحط له الاربع هيد الحرارة هيدا اللبن اللي عملناه قبل رح ناخد منه شوية روبة سلت الواحد بيقول روبة يعني بياخد لبن من القديم لبن من القديم بيحطهم بالحليب جديد محطوط هيدا الحليب هلا حرارته 46 اوكي رح نضيف له اللبن بدون ولا اي شي تاني بس ملعه بس ملعه كتيري حتى يعني بناخد حليب بنزيد لبن من القديم بنخلق لبن جديد سحر سحر اكيدة بالبيت ما تستعملوا بلاستيك ستعملوا ازاز واذا نحنا حبيته وفيكم تاخدوا ازازاتكم لعنا نعملكم فيهم لبناتكم مضبوط بليس حكينا عن هيد المبادرة من حالنا اليوم طالما البلاستيك صار غالي وكله جاي من بره الشخص بقدري تلعلي عندك يجيب معه مراطبينه هو او بلاستيك او الازاز وبتعبيره انت لبن او لبن فيهم وبتشيل سعر البلاستيك بتكون عم بتعمل ريسايكلنج تحب الطبيعة وتخفف من الصريف على الزبون مية بالمية نحنا عم نقول لثلاث اسباب باش سبب واحد اولا انت نخلص من البلاستيك مرضو محاضرتك تفضلتو قلب تاني شي هيدا المرتبان يلي انتو بتخلصو منو وبتكبوه هيدا حققه الفين ليرة الفين ليرة يعني شوية اغنى من حق اللبن والحليب الموجود فيه وما بقلكم قدي صعب على المزارع او لحدا اللي بتشتريو منو حليب بقلكم بدي ارجع الفراغ او رجعولي الفراغ او ماجدتولي الفراغ منو بجرد غاز هوي بس هيدا حققه الفين ليرة كل مرة نحنا عم نوفر على المزارع عم نوفر على حالنا بنفس الوقت سمعتو بليز هيدا الشي اللي شايفينو البلاستيك لانو امبورتد وجاي من بره بلبنان صار اغلى من اللبن واللبن اللي جوه بليز ما تكبوه او ردوه لشخص مزارع بيستعملو او انتو خدوه عند المزارع خدنا منو لبن حطينا باللبن بالحليب هيدا اصير متل هيدا هيدا اصير متل هيدا اوكي بدو يتغطى بيستعملو بدو يتغطى انا بعرف كينة ستة تحطو بحرية كنزة ايشي بالبيت طي يضلع حرارته وطيكون سخن طي يحافظ على حرارته ومش طي يسخن هلا انا حطيتهم هون محل ما عم نشتغل في غازويلة وهيك الحرارة عالي ما بدي اعطيه كتير حرارة بس بدي حافظه على حرارة لكن من العشر لتر شلنا قديش لنعمل اللبن؟ اربع لتر للبن وستة لتر للجبنة شخص الاربف عن دربنة تم عايزو النوبة هلا قصونا نعمل ننص حليب، نصي لبنة للبنة لنعمل نقصونا trazfan ونعمل نصي حليب، نصي لبنة رحولونнюهم هون اتنين، احنا عملنا واحد ونعملهموتنين سنتعمل لبنةерт هلا...صر الوقت نعمل لبنة نعود نعود درجات الحرارة ترجع من عند درجات الحرارة لازم نوصل لحليب على 93 درجة بنرجع من نزله بين 45 و 50 من دفله الروبة بعد أربع ساعات بدنا نكشفهن هلأ ما رح نلحق بس رح نبرجع بودي لك صور إذا ما تحبهن لهيدا الجنون بدنا هلقدي ملح ملح لبن هيدا اللبن هيدا جنون اللبن هيدا جنون كم ليلة؟ 2 ليلة وهيدا الملح نحطهم بقلبه من هذا كم ليلة؟ مين ولا انتو عم تخلط فيك تخبرنا إذا فينا نعمل هيدا الشي كله بحليب بودرة صراحة ما عندي كتير خبرة بحليب البودرة بس بتصور إنو الجبن يمكن ما بتنعمل لحليب بودرة ما بقى أنا مني أنا فيكن تلاقيوا حليب طازة وينما كان عند حيالة مزيرة قريب مهم له بلوتوبوسيب مهم أسرع وقت ممكن أسرع ممكن؟ أسرع ممكن؟ أسرع وقت ممكن ليش منقول أسرع وقت ممكن؟ منقول أسرع وقت ممكن تالبكتيري تكون ما اشتغل كتير لكن شو عملت حطيت لبن مع ملح؟ بس؟ بالكيس بالكيس ونحطهم بالبراد لأنو بيضلي تشتغل الحموضة فيه وتطلع اللبنة حامضة بعطيكم أسرار المهنة ليش اللبنة عندنا طيبة لازم تستوعبوا هيدا الشي هيدا هلأ منشيله يعني هني فيه 2 كيلو لبن ومنحطه لكن الناس بتقول تركوها برا بسام بيرفضي تركها برا بحب يتركها جوا تكون حموضتها خفيفة فيه ناس كتير بتاكل لبنة بلدية بقولوا ايف حامضة ما بحبها عند بسام معنا حامضة مرحلة التانية هيا هلأ اللبن خلص واللبنة خلصت منشيل هيدا المرحلة هلأ سارلنا الحليب تروى بتيسير لبن بعد 4 ساعات بدنا نكشفه ونحطه بالبراد 12 ساعة وبعد 12 ساعة نستعملهم 1 لبن ونستعملهم 1 لبنة حليب اللبنة صارت بالبراد خلصنا من 4 لتر خلصنا من أول 4 لتر هلأ بعد فيه 6 لتر هلأ بدنا نحط لهم جبنة شو عملت؟ طلعتهم على 93 وهلأ بعدك 72 درجة 78 72 درجة سوري 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 طلعناهم على 72 72 درجة 72 درجة وهلأ أنا طلعت انزل للجبنة إذا طلعت الجبنة فوق 72 درجة ما بتعود تصير جبنة مع المجبنة أخبركم أصصا وقتا بلشنا بالمزرعة كل الكبار هون قالولي ما بتقدر تعقم الحليب الحليب بتو يستعمل حليب ناي للجبنة كان اكتشاف كتير بسيط انه هاي دي الجبنة فينا نوصلها ل 72 يعلي هو بيموت كتير اشياء مضرة للإنسان بدون ما تخرب 72 درجة وهيدا نور معالمة مش عندي أو 72 درجة واصلي رجعة أو 65 درجة ربع ساعة لما بقول هيدا الشي لانه الحرارة كتير مهمة بعالم الجبنة انتو اليوم فيكم تجيبو ميزان منو متل هيدا في ميزان بالصيدلية حققوا 11 دولار وهيدا منو حقق أكتر وهيداك الميزان يلي بتجيبوه بس ضروري يكون عندكم تتقدروا تشتور نحن نحق مع المجبنة literalmente المجبنة كيف هي مكتوب عليها، متل هيدا كالغفا المجبنة فيها الكويد وفيه بودرة فيه بلبنان ما فيه الكيد لا بأوروبا نحن نستعمل لي كيد باللبنان ما فيه بلبنان المجبني بتجي او عصعيد قراص او عصعيد بودرة رح فرجيكم ليها شوار هيدا البودرة اللي الإسمه المجبني بالصيدلية يوجد هنا تاخدوها بس بالكميات اكتصغر اكيد هاي الكميات اللي بتاخدوها بالصيدلية أو قراص أو كمية مثل هاي إذا قرس بتدقوه بالقرس أهيئة شي لالديوت لأنه هو بيجي لعشرين لتر حليب وفينا نستعمله لعشرين لتر هيدا الحليب يلي مناخده المجبني اللي مناخده من الصيدلية نحنا بدناه القدي نحنا بدناه القدي الناس عم تستطيع شو يعني مجبني؟ مجبني هي كانت تتاخد بريزور بريزور أورانت أورانت صح المجبني كانت تتاخد من الكيات دي بتيزة نيمون من المعدة تابعول الخوريف أو المعزيات أو العجولي اللي عمرهم بس ثلاث تيام ماكلين بس كولوستروم أكيد نحنا هلا ناخدها من المختبر بس أنا تعرفت عمارة باهمش كانت هي تشيلة عمر هلا شتسين سيني كانت هي تشيلة أوكي ناخدها القدي مجبني ناخدها القدي ملح الكميات مهمة كتير يعني في يزيد شوي بالمجبني بس هو رنتا بل منه من يحلى كمس تستعين في هالدة خلال؟ هادي بتبطل جبني رح قالك شي لما نحكي عن الجبني بنحكي عن بقاش عالي يعني 6.8-6.78 هادي حليب الصبح أكيد أوكي نحكي عن بقاش لما يعني 6.78-6.76-76 أول ما يكون طالع الحليب لأنه عم نقول أسرع وقت ممكن أوكي؟ بينما الخل بنزلها الحمودة أقولها للأربعة فاصلة تسعة أو للثلاثة فاصلة بتصير قديمة على الأريشة أكثر أوكي؟ لكن بالجبني نحنا عم نعملون بالحلوم وبالدوب الكرام وبالعكاوي أكيد ما بدنا والبلدية والبلدية أكيد ما بدنا أكيد لا ما بيسوق كما قلنا نجزة ملح نجزة مجبني كما نصابه نحطه قفية هلين نعمل زبدي؟ ليش ما نعمل بعد زبدي بلبنان؟ بنعمل أكيد زبدي كتير هينمنوا فابق أبداً كميات ما بقسم في ماشين اسمهم تاخد جبني لحال وزبني لحال بلكي نصفتاني مع البطاطا نعمل البطاطا إحنا وياكم حطينا المجبني هوني إذا أخدت اللبن إذا عندك إذا أخدت لبن إذا أخدت الحليب سوريا عشرة لية الحليب وبدأت شيل منهم الزبدي خففت من قيمة الحليب خففت من دسامة الحليب هيدا بالنسبة للمزرعين بالنسبة للناس بفضلوا نحنا كمزرعين نعتبر إنه هايدي إذا ما طلب الشخص ياخد حليب بلده سامك أنك عم تسرق لأنه عم تشيل تعبير المجازة تبع المزرعين الخير تبع الحليب الخير هو بزبته هيدا بس تمنوتش المراحل هيدا خطينا مجبني وبدأ ننطر هلا عش دقائية بها العش دقائية أو خمس دقائية أو سبع دقائية رح نحن لعملنا أحكيك على شوية عن الأليشة أوكي شو صار معنا ليش فارطوا هيك ورح فرجيك الأليشة هاي اللي تلات بها أوكي نعطيك دقيقتين تنشوف الويلة شو هم تعمول وبرجعنا عندك ستنا أهلا أهلا فرجينا يعلمينا شوية كيف بيعملوا الخياط السوف؟ السوف السيجارة خلصت خلصت خبريني كيف أول شي تعلمت السوف وكيف اجت الفكرة وشو بتعملك اللي الصيفية بتعملي كنزة واحدة قدش بتعملي بالجمعة بعمل كنزة بالجمعة بتعملي كنزة بس كونم هي الخيطة السوف من ايه بتجيبي؟ منقني خوريف ومنجيبون خوريف الصغار بأول الربيع بعدين منقسلون شعرون منغسلون ومنغذلون بهكي طريقة بتصير تلازعون عبعضون يعني بصيرو بتصير الطولية أكتر وأكتر هو السوف مش متل الحرير منو واحد طويل انت بديك تخلاقيه ايه؟ انا بدي يضبطو هم؟ فيك تخلاقيه طول مئة متر فيه اخلق كله فر الروح هم؟ 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 شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم كنزة واحدة كم متر تقريباً كنزة واحدة كم متر صوف متر؟ كم متر؟ نحن بحكي عن الكيلو كم متر تقريباً كنزة رجال يحتاج تقريباً ثلاثة واحدة يعني قلي من كيلو وحسب القطبي السيدة لا تأخذ الكثير والمعرق كيف تأخذ؟ إذا أريد لون كيف تعملي؟ يصبغوه ليس أنت هون تصبغوه؟ نحن نصبغوه بس نجيب صبغة بني أحمر أسود وما بتروع الغسيل؟ الصبغة ما بتروع الغسيل؟ لا طيب عملنا أول شي طلعنا كيلو بعدين كيف تبلش تخيطيهم؟ طلعنا كيلو ها؟ الخيطان خلصت كان عندي خيطان هاي وانا هؤلاء كل هون خيطاني كل واحدة خيط انا اعتبر هون خيطان كيف بدنا نبلش؟ انا سنبلش من الأول خيطان خيطان عظيم يلا يا ستات هه قمت ها هلأ بدنا نبدي كنزة نحن رح نبدي عشر قطب بس الكنزة بتكون شي الشعفي مناشي أربعين جوز للرججير حسب العمر يعني فحيط الله متزارف ليش مليش جليت تيك مليش جليت تيك يعني أول شي عم تعمل أنت عم نبدي عم نبدي عم تعمل أربعين لفي هلأ فهمت عليك عم تعمل أربعين بارمات تكون عنديك الخط المستقيم بس أنا مش هعمل أربعين يعني معمر خمسة ستة بس تنعلي هاك بزيادة هلأ بدنا الكنزة تنقول أربعين جوز هلأ من بلش نحيكا معمر خط المستقيم والشعور ما المستقيم جانب هم ألأ بس سامة أنا جيل عندك انا بغاية الشعور هاي دي بدي كورس واحدة عن جد. هاي دي بدي بدي نعمل فوق يعني نعمل درس واحدة. عم جاري بلاحقك وافهم ما كتير بس ازا هالستات بنيجل عندي كتعلموا بتعلميهم؟ ليش بعلموش. يعني او كده انا بموت. الله يعطيك ألف سنة. لازم يكون في حدا يعرف. اكيد لازم حدا يعرف. خليكي بصحتك. اخرت النهار بدي موت. ليش تبدي اخرتها معي الصنعة. خلي غيري السفيد كمان. انا ربعت ولادي كلهم. اعملوا ان كان زيتوا هاي دا. بالاول اعمل صوف. بعدين سر جيب صوف خالص. حي اكلو. هاي من دل نشتغل فيها هايك. تسيف. على الأرض. رحفو تكفي الجبنة وارجع لعنديك بعد عشد آية. اي يالا. 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 بالدل نحيك انا خلت اتبار. شوي منكبرة مظبوط. انا رجعت لعنديك هاي. خير لعنديك. ارتب. جميلة. بلا قهوة هاي. طيب. ناكست. وين صرنا. نحنا راطلين جبنة تطلع مثل ما عنا بدع عشد آيب. بهيدا الوقت عملنا جبنة قبل. اخذنا المصل مننا. تنبلش اول شي بالقليشة والريكوتا والدوبلي كرام. عف اكرا. القليشة والريكوتا والدوبلي كرام هنه ثلاثة جبنة لفرد جبنة. نحنا بحاجة لمصل. بتوتيلي. اوكي. المصل هو لاكتوسيروم. رح صارف الجيكسون. المصل بيطلع من الحليب من العشرة ريتل عنا ياهما. بيطلع من الجبنة بس نعموا جبنة. اوكي. هلا بس نعموا له دولي الجبنة رح يطلع عنا المصل والحليب بس نربح وقت. اوكي. عملنا قبل اربع ليتر جبنة وطلعنا. عادي. هيدا المصل اللي راح تشوفوه هلقا بدو يبلش شغليه. هو المصل هو اللي بتشوفو هيك لونه متل الاصفر. بين الاصفر واخضر. الجبنة البلدية الليبنانية بيكونوا حطين حواليا. هي بينزل منها جبنة البلدية ما بيحط المي و ملاح بيحط المصل. اوكي. هيدا احرارة 80 درجة. دايما الحرارتي الأساسية. احرارة 80. ايتين. نعم. لازم منزيد حمض الليمون او حمض عصر حامض. او في نحتو خلابيت. انا اصرحة بحمض الخلابيت. بس انه اللي جمال بالحمض. هون منجاوبة انو كان عمقول بيستعمل خل. هون عايزين خل. بس انت بتفضل بلاها. عصرة حامض فراش او خل ليمون. او حامض ليمون. هيدا لازم تكون 80 درجة نحطها. اوكي. عم بعطي شوية حرارة للجبنة. لان احنا تأخرها تشتعلها شوية. كانت الجبنة بلاشت تنزل وهيك. اوكي. دفع فينا هيدا. بس اما الجبنة بتطهر لبرا. فين فينا نوديها او ما بتضاين. بلا اذا كان معاملة فاكيوم وراحت ببراد. فينا اكيد نوديها. ودايما عندك كل يوم انت عندك. كل يوم عندك جبنة. انا بصنع حليباتنا كل يوم بالمزرعة. كل يوم كل يوم نصنع حليباتنا. وناخد من ثلاث مزارعين غيرنا حليب. فكرة المزارعين. هيدا شيء نحنا كتير من نبصد فيه ونفتخر فيه بأي معنى. بمعنى ان في مزارعين ما عم يقدروا يبيعوا حليباتهم. عم يتحكموا فيهم المعامل. نحنا مزارعين مثلهم. ناخد الحليب ومندلل نشتغل نحنا ويامهم. هيك مدة طويلة. وبطريقة اكتر زراعية مش تجارية لان احنا من نتجار. نحنا صنع نصي العملائينا هلأ بس بس خبرهم نحنا وين شو عم نعمل. طيب انا بصام متى. انا بشتغل انا عنا مزرعة عائلية اسمه لافالي بلانش. هيدا البروجيه هو البروجيه عائلي منشتغل كل عائلتنا فيه. انا بديرو. ومننتج حليب. منرع بقراتنا باللقلوق. مننتج حليب. منصنعه ومنبيقه بمحلنا يلي هو حد المزرعة. او فينا نوصله للناس بطرق بكرة ما نخبركم عنا. واذا بدنون فيهم يأكلوا عنا عالطاولة. لانو حنا حد المزرعة قاعدة فيهم يقعدوا ويأكلوا بقلب المزرعة. منتوجي اللي بيطلع عنا بالمزرعة. هلأ نحنا عم نعمل حليب. سعش ريط الحليب. نعمل منه 4 كيلو لبن. من 4 كيلو لبن نعمل 2 كيلو لبن. ومن 6 كيلو جبن. 6 كيلو حليب نعمل. تقريبا ما يعادل كيلو جبن. هيدا الجبن صارت حرارتها جاهزة. شو عملنا قبل بالجبن؟ حطيناها. حطيناها. وصلناها ع حرارة 72 درجة. نزلناها للبين 35 وال40. ضفني لها مجبنية اللي هو هيدا الشيب. يلي بلشوا هلأ. هيدا المجبنية اللي ضفني لها. بلبنان بتيجي بودر أو إقراس. بأوروبا بتيجي الكيد. وهلأ الجبنة إذا رح تشوفوا هيدا الحليب اللي كان الكيد من ديئة بلش طلع جبن. كان حليب من شوي. الجبنة كلها بتبلش بنفس الطريقة. حليب. حرارة. تسقيع. بعد التسقيع. تقطيع يلي هلا رح أعمله. بعد التقطيع تنشيف. وبعد التنشيف بتبلش تقطع من جبنة للتاني. المصري اللي عم يطلع هون. هيدا المصري اللي عم يطلع هون. هيدا المصري اللي هو زيته حطينيه بالطنجرة تنغليه ونعمل أريشة. أوكي. أو ريكوتا أو دوبلكلا. يلي هي هلا رح نعطيها شوية حرارة. تنخلصها بسرعة. أوكي. هلا رح نقطع الجبنة. تقطيع الجبنة بيصير دايما بشكل جالس. أوكي. منقطع الجبنة دايما بشكل جالس. في شي نعمله. ثالثة بعد التعقيم أو البستوريزاسيون. بعد المجبنة ما نحط مجبنة. الجبنة تعمل تتجمع تتباسك. بتصير بتشبه اللبن. تقطيع دايما بيصير بشكل جالس. كل مره تقطيع ما بيكون بشكل جالس. يعني نحنا عم نخسر إن الكمية رح تتعطينا هيها الجبنة. إذا عم نشوفوا هوني. هيدا المصل. هيدا المصل. هيدا المصل. هو اللي عندنا يتنامع. هو زيته. هيدا المصل يلي عندنا هيه هون. بس تصير حرارة من هي درجة. بس تصير حرارة تغنيك على 80 درجة. يعني هلأ لازم نضف له حمض الليمون. أو حمودين وضغرة الوقت كتير أساسة وحرارة كتير كتير أساسية منزيد عليه حمود ليمون أو عصر حمود هلأ بس نحطه شو بيصير تعبير بيقرش بيقرش تعبير بيقرش هلأ بيقرش بيستوي بنرجع نستعمل هول مصلت نحن هلأ ليش بنرجع نستعمل هول مصلتين نقلي فيه الحلو إذا بتضوي هون شوي إذا بتضوي هون شوي إذا بتشوف المصل هلأ كيف عم بيصير فيك تشوف شوي كيف عم بيروح عم بيصير لونه أخضر غامل والأريشي كيف عم تتجمع تروسس كتير بيروح بسرعة الأريشي كيف عم تشوفه هيدا الأبيض اللي عم تشوفه هو الأريشي أكيد بإثنين هيتر ما رح يطلعنا عشرة كيلو ريكوتا وأشرة كيلو وأشرة كيلو هيدا الشي بس أكيد رح يطلعنا كمية نقدر ناكل أريشي بالبيت عديني هون من أجسم شيل أخف أريشي هي أخف 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 شيل أجسم جبني مطبوخة مرتين هودوري جبني كلهم بيبقوا مثل بعضهم جبني بلدية رأعطيك أنا الأدافة كل لتر حقيقي بيبقى فيه 3.2 بروتيين 3.8 4.2 فات لكتوز أملاح لما نشيل المي منه بالستة ليتر بالستة ليتر أعتبر كل ليتر منه بقي منه 2.3 بروتيين يعني 2.3 بروتيين على خمسة كيلو 150 جرام بروتيين بكيلو جبني 200 جرام فات كل شيء منشيله ممكننا عم نخسره الأملاح والمعادن بالمدة بتبقى بالأريشي المتاعك براس كلها بتروح تقريبا بالجبنة والأريشي بيبقى فيها كتير معادن وأملاح يعني جبنة بلدية جبنة بلدية أتقل وحكة فينا جبنة بلدية حلوم عكاوي بيشبهوا بعض كتير بلدية حلوم عكاوي هني فرد عائلة بيبيروا بطريقة الشغل بطريقة التصنيع هلأ نحن مثلما قطعنا هؤدول الأريشي عم تستوي آخر شيء الأريشي هي أقل الشي فيها فاتو أقل الشي فيها ومطبوخها مرتين بس بشرط تكون معمولة بالبيت لأنه هيدا الأريشي إذا بزدلي كيلو حليب واحد تعطيني كيلو زيادة والتجار بيصيروا يعطوها يعطوها لأنه بيربح كتير بيصيري بيترا الحليب بحق نتر الجبنة نحن بنعملها مثل الختيرية عنا ومثل الختيرية التلين ما منزد لها أبدا أبدا حليب نحن بس نعملها من المصد من الحليب التالي أريشي وريكوتا زيتشي؟ أريشي وريكوتا هني زيتون بس هي واحدة إيطالية وواحدة لبنانية بس المفارقة الحلوية إذا بتقول لحدها بتاكل أريشي بيقول لك لا أزتاكل ريكوتا هي أكيد باكل ريكوتا ساكسي أكتر بس الأريشي وريكوتا بحب لكم هني فرج جبنة والأريشي رح نجب كون كتير فخرين فيها ومحسوطين فيها أريشي مش بس مع عسل أريشي بالبيت أريشي بالبيت أريشي بيتارت أريشي وين مكان أريشي بيملح وكل شيء الأريشي بيملح طيبة كتير وتطلع ليكوتا هلأ نحن ناطرين عم تتفعل نحن عم نشتغل هلأ هيدا الجبنة رح تخلص هلأ بدنا نقصمة بين أقصام دايما أنا بشوفك عم تشتغل بالسكين ولا مرة حطيت معلقة وعدت برم فيها تقطيع بس أبنيها بتخرب وهيدا الشي بيقعوا فيه المزينين بيقول جرني ما أطعت ولزعت على الكيس ولزعت تقطيع هو أنا عم قصة هلأ إذا بفرجيك الشقف كيف مقصوصين هودولي شقف مقصوصين تنوصل لأعملي ما تكون تقريبا أوكي كل ما قصينا أكتر كل ما الجبنة تقطعت وكل ما الجبنة صارت برات المصر أوكي هلأ المرحلة اللي بتقول إذا بتشوف هيدا أنا طلعت هولي خلص طلعت خلصت الأجيشة الآخة 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 الشي الماي اللي بتبغى خلاص حالة بالنهاية لا نجح ربها الماء اللي بتبغى هيا فينا نستهيل بنا نستعمل لتنازل مننا الحالون أوكي إذا حدا بيتجي أعمل أشطة من الحليب جمع أحكيك عن أشطة مع الزبن الأشطة إذا عمل لها من الحليب خلاص باقي راحب لما يراحل ستنا وين صرنا؟ صرنا عم نعمل حيك شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو فضل يا بسان بدي أرجيك أحرم عملتن لك نينة السنة الماضية أحرميت سهرة شليت سهرة هل إذا كان حرم جيمة هون بورجيكي أخذ معي عشتي ما شغل البيت وعائلة وعلي خليكي بصحتي عشت حط سكر يا ماز فأنت هاينا منون إيه؟ تعرف على العالم الطيبة بابا تصورنا يعني أهمش بعرفها بس إنو ما بعرفها كتير فمشن هكي عذرنا بس دقلك وقلك بس تجي على المنطقة حكيني لأنو كتير بستغفيفنا يا معي يا شباب نوحنا ويرباك يلا فأنا رح قامل ثلاث جبني حلق أوكي أول شي رح شيل القريشات أوكي لكن بتجيب مصفية فيه بتبع سباكتيا أوكي منشيل منه الماي صار عنا قريشة رادي تقيت برجع منقول القريشة والريكوتا جبني البلاء والدوب الكرام هني فرج جبني أوكي برجع ثلاث متطور هلا ما نطعميكم عريش سخلي مع سكر الأريشة لأنو منزيد منشيل منها كل الفعات بالإخير أطير بكم مع سكر إنو لا تدير فيه مع ملح مع ملح كتير طيبية مع زعطال رادع مع زعطال كتير طيبية مسخنية مافي اطير مما أنا عفكرة آآ إيه مما أقولتك حرم لدني رانيا الجلبة العار هلها ما نشوف هلها مشوف إذا مش هلت جيب تبعون رانيا إيه جيبين إيه جيبين أبور رانيا حسناً شوفت العنة كمين مرسة هونو ايه حسناً هلأ مرح نشينو كنو عايتها بشيء مصفية شو بدي خبرك عاملين صاحبي هلأ عليك انو حاش تشرب سكر مع القهوة ما هي طايبة مرة الله يساعدنا عليك بعد دالتنا جرسنا نمع جانب امر الله العيق اللي بشيء سوري الوي اوف لايف هلأ مر كتير خلينا نحلل قهوة هلأ شو بدنا نعمل هادي الاريشة الاريشة منجو اكيد نصفيلها مقيتة ومنشيل مقيت منها سألع لكم اخر اخر بارت من الجنة احنا عم نشتغل بالقلب اخر بارت من بعد ما نكون خلصنا الحلوم والدوب الكرام والعكاوي والجبن البلدية بيبقى اخر شيء الاريشة مين واي اللي احنا ناطرين هون كمان المصل فيش على الوجه بلشت جمع ايش يتاهد احسن استعمل الجبنة رح نبلش بس سامح ناخد هيدا التشانج انا وليك اليوم ونبلش من اليوم ورايح ما بقى نسميها جبنة بلدية نسميها جبنة لبنانية السيئة اك احلى شيء ممكن اعمله بحياتي انك تعمل لهيدا وانا بكل الحلقات رح اتذكرك ودايما كلما اكل جبنة لبنانية ورايح رح ساميها جبنة لبنانية بكل فخر لانه هيدا جدودنا من ميات السنين ماشون عليها وربون عليها يلا هي هلا رح نعملها بعد شوية ورح تشوفوها كيف تنعمل خلاشنا بالعكاوي نعم هلا عكاوي اوكي بشن هيك رح لك اقولول ثلاث جبنة كتير بيشبهوا بعضهم ماشي هي طريقة اثنين بس اوكي طريقة اللي بتصنيع نحل العكاوي والبلدي بس هو اللي بيغير اوكي رح نلف نحنا هلا ايه نحنا رح نلف يعني هو هيدا هيدا مرحلة الشغل ناخد الشق فيه لازم يكون طرفهم خياطين نبرمهم ومنحطها بهيدا الاتجاه دقيقتين اوكي ليش قرروا العالم انه العكاوي يزي يكون كلهم شكلهم هيك ما بعرف بس كل جبنة بالعالم الى وليش الحلوم دي عنولة شورة بالنص الى البلدية اظنك الحلوم بيطورة هلا بشوف كيف تنعمل الحلوم صو هي بس هيك معتقد يعني هي كل جبنة بالعالم الى وزنة ما فيك تاخد كومبار المرحة ما تكون كومبار يعني هيدا اذا حطيت انا بيمولته عمهنطة ربعة بتطلق اسمعك اوي اذا حطيتها بيموله عمهنطة ربعة بس ما تزبط لانه طريقة الكبس لازم يكون بهيدا الطريقة هي كل جبنة اختراوها العالم بأردن اختراوها بأردن لانه هن بحاجة لهيدا الشي بقلب أردن يعني هستعملوا مكونات أردن وعملوا منهم الجبنة لكن نحن نجيب فوطة بيضة ميش بيضة خام هي تستعمل هيدا الطن ونحط فيها الحلوم شوي هلأ نحط فيها الحلوم شوي أقلب كتير من مكونات نخلصنا على الكاوي لا هلأ أول مرحلة منها الكاوي خلصت بعد في مرحلتها هلأ شعر نعمل؟ هلأ عم نعمل حلوم هلأ عم نعمل حلوم لكن زيت البرودكت اللي هيدا هو هون تعملو مصبوط بالبيت منو بتشيلو كل هنوية اللي بدكن بالبيت هلأ بالمعمل هيدا اللي حلوم بعمل طي ان عمل طي يطلع 40 سنتي ب40 سنتي طي يرجع يتقصم أنا هلأ عم بعملها بالبيت وراح طعم بالبيت بس طلع نفس الطعم ونفس الشكل بس عم نحكي بـ 6 لتر ما عم نحكي بـ 500 لتر لأنو زانب بدي لفع الكاوي بعمل 500 لتر حليب بعمل 500 لتر حليب هول 500 لتر بياخدو بدي حطهم عصواني بصواني هون رح نعمل ايه بحلوم زير؟ الاكبر شوي والكبير حلوم هلأ بدي عموا شبنة بلدية جبنة لبنانية جبنة لبنانية هادي الجبنة رح نقطها هي بتفرق من واحدة ووحدة بكمية الماء اذا في هوا بيناتهم اذا لزقوا على بعضهم مصبوط والحلوم بصوة الكتير بيغلوها هلأ بعد شوي نحن غليه الحلوم والعكاوي غيروا عن بعضهم بس بالغلية البلدية والحلوم والبلدية والعكاوي يعني عكاوي حلوم لاحلأ زيت شي ساعة رح ناخد الحلوم ونحطن بالمصر والغلية رح تصير حلوم رح تصير ازايزة رح تصير اقصى سيب تب الدوب الحلوم جبني بالدوب لعكاوي جبني ما بالدوب لعكاوي البلدية مع انو زيت الشي زيتا 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 بس واحدة بالساندويش بالدوب و واحدة بالساندويش بالكب ميت على بره و مطل لانو اطعم نيح الجبنيت رح نزيد وارب العكاوي والحجوم شوي سو هيدا الماي اليوم نحنا عم نشيلها عم نكبه هاي اللي هي زيتا المية اللي سا حطيتها فيه اللي هي هون ايه فانتو بتقرر قابت كنت تودوها او ترجع تستعملوا و تعملوا من قليش ووديتها هلا بس مش ينصر على يزم يستعملوا واحد اوكي يعني تتعموا كيلو جبنة من هيدا الشي يعني من عشرة ليلتر ماي عنا كيلو جبنة ايه كيلو كلشي ايه هلا هو اذا كتير الحليب عم يقطع حسب مواسم والبقر شو عم تاكله وقدق لها البقر مخلفة لانو بيصير الماد ينشف فيه اكتر تقطع حليب اكتر الغنة عم بيقطع اكتر من البقر ونازل تقطع علي يلي ما حضر بالاول بليز يرجع يحضر ويشوف ان احملنا فستوريزايشن وفسرنا كل التفاصيل من اول ما بلشنا الى هلا عشرة ليلت كيف صخرناهن كيف طهرناهن او نظفناهن نظفناهن الى هلا نحن نرجع عند الفون وننطر شوين تاينشفهن كل الوقف اللي نحنا مننطر تاينشفهن نحنا عم نربحه اوكي لانو هلا بدي اعمل جبنة بلدية ومنكبس العتاوي والحلون ان شاء الله مينش نسوين هلا بيارتون عالتين اوكيان بجعنا قلناهن اوكيان والحلون فيتون الى هلا مثل بعضن بعد شوية رح نرجع نغلي واحدة منننن تبسير عنا حلوم ب говорит اننا نحن البرح نفسك بلدية دائما بالايدان تاني شي ما عنده شكل هندسة تالت شي بتتملح من برا جبني البلدية بتتملح من برا ca مضح بالمي ومن Aiara اوكيح شوية تon use مان T poderia لانه جبني البلدية ما لازم تتعمل بمعامل لازم تضله شغل ارتضانات لاse للمزريعيين وناحنا هدافنا تصير جبني لبنانيه للمزريعين لما هني يكون هاي الجبنة طبعا اللي بتنزل عالطاولات بالمطاعم وياللي هي بتنبيعها بالسوبر ماركت وياللي هي الجبنة اللي احنا عملا بشغلها سخبرنا عن جبنة لبنانية رجع اوضح موضوع انه انت من الاشخاص اللي عم بتحارب او عم بتتعب على موضوع انه لازم هدفها او السيد طبعا اللي اتعلمناه من مئات السنين من جدودنا لما منقوا جبنة البلدية بتنعمل بس بواسطة اليد يعني المعامل ما فيهم يضاربوا ويمزارعين فيها ليش؟ هاي دي مرتوا للمزارع ازا اخذت الحليبات منه هي بحد زيتها بتصير هي هاي دي المرأة بحد زيتها بتصير هي عم تاخد الحليب من جوزة تربح فيه وتربح عائلتها مصاري زيادة راح نفترض سنت الماضي لانه هلا سعر الحليب منه سعر لا معقول ولا مقبول ولا سابت كل يوم سعر سنت الماضي كنا نحنا نبيع لتر الحليب للمعامل قبل مش عم المزرعين بتمينمائة ليرة كيلو او بألف ليرة كل خمسة كيلو ستة كيلو بيعملوا كيلو جبني ينباع بـ ١٢٠٠ ليرة يعني فجأة نطت الحليق نط السعر لـ ٢٠٠ ليرة اذا قدرنا نسميناها جبنة لبنانية المطاعم ما فيهم ينزلوا إلا منها يسموها هاي التسمي فيه ينزلوا على كي ينزلوا حلوهم بس ما فيهم وهي هاي جبنة بلدية وجبنة لبنانية بلا ما تكون هاي الجبنة بحد زيتها يعني نحنا صار الطلب اكثر وصار فينا نغلي السعر ١٠ ليرة للقالب يعني بسير كيلو ١١٠٠ تصوروا هيدا المزارع اللي كي عم بيع ليتر الحليب بـ ١٠٠ ليرة عم بيبيعه بـ ٣٠٠ ليرة قدا تغير حياته هيدو صارت عم تقدر تعطي بالبيت جيرانة يلي ما فيهم يصنوا الحليب عم تشتري الحليب منهم وتصنوا عم دانهم حليباتهم أغلب هاي الجبنة عم تتوجد بظروف مزبوطة أكثر بظروف إنو هاي الجبنة أكيد معقمة يعني صار من عشرين سنة صاروا يقولوا هيدو جبنة البلدية جبنة بتسمم مجبنة الجبنة البلدية أبداً متلها متل أي جبنة تانية إذاً عملت مزبوط مستحي لا تسمم ولا تعمل غير تسممه شوفوا اسم راس المعنينك هالقوارب رح نعمل تقريباً ٤ أو ٥ أو ٥ أو ٥ جبنة بلدية ورح نعمل الأريشات يلي شفتون ورح نعمل عالكابي وحلوهم قلب قلب نبدل على موضوع يلي بتجيبوا عشرة لتر حليب هلأ أغلى شوي هلأ غلي عم نحكي عن سند الماضي هلأ ٤٠٠ لتر بس بعدنا كتير الخاص بس فيكن تعمل فيهن قريشة وبعد بيطلع أكتر من هيك جبنة البنة أو ٣ وهون بيطلع تقريباً شي خمس أولي كل هون ولبنة ولبن ولبن اتنين مرخنين كبار كل هوري فيكن تكلون انتو وعيلتكن على مدة جمعة بتكونوا عرفين حالكن شو عملتو ميني دايكن بلا ما تكونوا شريتو من السوق شي ما بتعرفو من وين بس رح نقول وفرتو انه المادي الحافظة ووفرتو النقل ووفرتو البلاستيك يلي بنحط شوفوا قدير توفروا بتتوفروا عالطبيعة وعليكن تصوروا قنونتو ووفرتو البلاستيك يلي بنحط فيه المنتوج قديش هيدا البلاستيك اللي بنحط فيه المنتوج هو عم بلوس وهو كلفته غالية وعم ينكب تصوروا قنونتو ووفرتو وقفت السوبر ماركت عبرات السوبر ماركت تصوروا قنونتو ووفرتو نزلت السوبر ماركت بساعة وقت فيكم تعملوا أربع أصناف جبنة ولبن ولبنة وهولا أربع أصناف جبنة فيكم مرة تعملوا حلو ريكوتا مرة تعملوا قريشة مرة تعملوا دوبلي كرام كل مرة تعملوا شي هاي اللي جبنة بلدية خلصت صار جايزة للتمليح هلا بعد عنا الحلوم هاي دي لازم نتركها جميد أكيد هاي دي مميزات الجبنة اللبنانية بها الوقت العكاوي هون رح نتركها بس تصفي مياتها قبل ما نفكر ساكيرا لش نشتغل هلا وعنا هون الشعفة رح نعمل منا حلوم يلي هي عكاوي مغلية مغلية بشو؟ مغلية بالسيرون يلا معك عاطيك نص يا عصر خمسينة مغلية 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 هلا رح نبدش نعصر الحلوم مغلية تادي لنا أول مرحلة اللي منظره من الشاكة برن تنشده ونصفينه ومميته المرحلة التانية هي بلزق الكفوف ما تخلص الكفوف يكون خلص الوقت يلا هلا رح نفتح الجبنة ونلفها هيا فتحنا الجبنة هي بلشت نشط حلاء طريقة اللاف بتصير بهيه التالية حلوم هم نعملون مثل بعضهم بالمعمل مش هيك بنعملون لسبب انه بالمعمل بنعمل القلب الحلوم 40x40 سنتم تقليبا هيدا القلب يلي شفتو هلا هيك هلا بعد شوية بنانيك بشيك رح نكبسهم اثنينتهم بعد شوية ما رح نكبسهم في 5 دقائق رح نرلي الحلوم بنربح وقت كمان اوكي عم نشوف دايما بنحكي انه بالكمية ده صغيرة الشغل بيكون اصعب بشوي بس بناهي هو نفس طيقة ونفس الشغل اوكي نخذه هيك اصار عنا البن هلا جاهزين للكبس ناود اوكي طيق حلق كيفنا نكبسهم بالبيت بالمعمل في شيء يسمى مكبس البيت رح نكبسهم بطريقة كتير بسيطة رح نحط هودورة نحط سمية مي اوكي عشان الوزن نوسهم ونكبسهم تقريبا بخمس لتر ماء اوكي اعيز التقلي الكبس هو ضروري بالماء اللي نكبه بالمعمل اكربية تاني مرة اذا صورنا بقلب المعمل نحكي كيف نكبس بالمعمل هون رح نكبس بيدنا بالوزن هيا تقريبا بسيطة خمس لتر خمس لتر هين كتير كافيين وزن عليهم اوكي الحلوم بتدوب اكتر من العكاوة لانو الحلوم رح نغليه هلا بعد شوي بهدا السيروم بهدا المصل العكاوة الحلوم هن زيتهم بس الحلوم رح نغليه غير كاميك الكمبينايشن اوكي حلق حطينا هودولة متو ما شفت عم نكبسهم بالوزن خمس لتر تقريبا او او اربع لتر ماء اوكي رح رايحة من هذا الشين تركينا المصل يلي المصل يلي هون المائل يجبنا نبالش نشيرهم هلا رح نشير الميات من هوق ونملحهم نازم ونبلش اول شي شون عمور ناكو جبني بلد نحنا على الاد يعني نحنا بلشنا مع بعضنا 52 منتس 52 دقيقة بس نحنا بساعة عم نخبر للناس ان فيكن كل هالبروسس تعملو تشتغلو كلكم مع بعضكن بالبيت ستات بس او فاميلي جادرينج هكي كي جانا اناقض بالبيت هلا وتعملو بعشرة ليد كل الجبني للجمعة رح نرش ملح عالجبني رش الجبني البلدية ما بتتملح الرش هايدي شقفة من المواصفات تبعها اوكي والملح بيسحب الماء من جوه الملح بيسحب الماء من جوه رح نعمللع ثلاث ميلات ملح وبعدين بنكبوس متل ما كان بيكبسوا الستات من زمين يعملوا فخت فيها تتفوت فيها الملح لجوه على بناهم اوكي رشينا ملح كمان مرة تانية اوكي حطينا شوي هون شين مدروموا فينا نعملها بلا ملح ايه؟ ما قدا يقول بلح او فينا نعمل بلا ملح بس ما في شي يحقظها هي الجبني الا الملح يعني اذا بدك تعملها بلا ملح بلازم تحط لازم تحطها تيكلة وغريد وإلا بتفوخر يعني بيصير فيها فخويت بقلبة لما الجبني البلدية يصير فيها فخويت بقلبة ينتزع اوكي؟ هزيش مرة عملتوا جبنة بلدية او اخدتوا جبنة بلدية من عند حضن اوكي؟ فيه فخويت بقلبة يعني جبنة مش مصلحة كالطاق اوكي؟ نحن نطرين ديئتين تلاتة يخلص الحلوم لتلاتة اوكي؟ 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 بعض الارتة شخص حتاكي ذاتة وكيف يستخدم الخيطة وقالت لنا انه نحن لازم نقضى وقتنا ع التليفون مصبوط؟ تليفون وكمبيوتر اوه هيدا هو الجيل الجديد هيدا يهيدا هيدا بتعييشنا وبدأ تربي مستعبير اوكي Köلك جينا لتعينا بسم المعدي هيدا فرمينا حياكت لكنيينة والأحفاد الأحفاد شلات للشتاء ومع أبوعة والكنيين شلات سهرة بس من شايفي ونحطينن من نشاهلن هاللأ وانتبعو الأحفاد حلو كتير كتير حلو ومنه صعب؟ مفترض أن شي صعب هالحاية بس واحد يقصر كل شي هاي برجع بأيك الله خليكي بسحتك وليه قويك بس الله العديد العريشة أشواء اللبنانية العجيم من الزيتونة الثامن بالباب شكرا لكم فهو يتذكر هذا القعدة فهو يتذكر هذا القعدة القعدة الطفولة العريشة وهلأ العنبيت اللي تخلص الهوايات الحلوين القهوة ونحن بمنطقة بوادة اسمه إهمج وهو الطريق هنا وهو الطريق اللقلوق طيح منفوت شو باك بضلك لقيت معنا بضلك محضر حالك على الأكل بحضر ترويقه بدك تطلع مع تيتا تتعطف خيار أو لا بدك نخلص الجبنة بس هاي دي كلها من عندك أكيد احنا ترويقه على طول هدا هاي دي اللبنة هاي دي اللبنة هاي دي بتطلع بعد 12 ساعة آسية 12 ساعة بعد 12 ساعة بالكيس بتطلع هيك آسية هلا انتبه كمية ما في براندينج ما في شي يعني هاي دي هي التقليدية الطبيعية دايما اللبن بقول هاي دي الشي وبرجع بقوله الكميات بتاخد وقت أكتر تتنشف لما بتكون الكميات تقل تتنشف في سراع أكتر أوكي؟ يعني هاي دي لازم كل شوية تطلعوا عليهم اه نحنا رح نتروق لبنة جبنة 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 بلدية وحلمة الكاوي وقريشة ولبنة مكبوسة لبنة مكبوسة لثلاث طعمات أوكي؟ تلاث طعمات مكبوسة يعني؟ مكبوسة لبنة مدحرجة لبنة مكبوسة لبنة مكبوسة لبنة مكبوسة لبنة مكبوسة بقر إيه؟ نحنا ملتوش بس بقر بقر حر يمكن تبعط لك احفرقهم على العلوية أوكي؟ عظيمة على فكرة بتعطي الحمودة لبنة طعم بقر المنة لا تبعط لك؟ كتير طائلة شكرا شكرا حمودتها رزيزة ايه كل اللي ما قصوهم رحوا بقصوهم قصوا منهم أصدلوهم شوفتوا كيف نعمل الصحان نحن خلص هيا دي اخر واحد دلها بلايها نزعتها مرجعت رديتها خيط نأزعي يا بسا عمري بدك الخيار من الزريعة هولي طازة هول ايوة هلا هلا تغريب ايه تغريب عارشي محافة مستقفة هل هذا من السوق؟ نحن ماذا نعطي خيار من السوق نحن ماذا نعطي خضرتنا هل هو ممممممممم شغل كبير مالي جبنة بلدية؟ بس افرجيكم ياها باقل من خمسة دقائق كانت جمدة مضبوط القلب من جوا عظيم وحطها مبارة جبنة لبنانية مثل ما لازم بلا مصر وهنا مبارة وحط لديك مبارة كيف تبتح دقائق مبارة من المنطقة مبارة اذا اعتقد ان يجب ان نضفع اذا اعتقد ان هيا الحلومة ايه اوضي بالدي اذا بلدي ما رحت مضحط من راح الصام اللي عمليها هلا يبا هلا انا بتصور قصادة منيحة راح نبلش حوالشي بالحلوم وبعدين ملتكتل عالكاوي اذا بتقدر تشوف شوي شوي اللي صار عنا هون اللي صار عنا هوني هو هيدا القلب التقليدي المربع اوكي هيدا العكاوي هيدا العكاوي او الحلوم راح نستعملهم في بعض هيدا الشي كتير غضب الخيط لازم تكون طرف الشقفي معنا خليه بالشقفي خليه بالشقف الخيط بيقصهم للقلب ايه اوكي راح نحطه هوني ونقوي النار شوي تيستوي بسرعة لما نقول يستوي هلق بيفوش لحاله يعني هيدا عنا اعمل هلق حلوم هيدا الحلوم واللي بقي بره هو عكاوي خاص لازم اتدوبوا ملح نحنا ما عم نعمل شي ما نشوفه كل يوم نحنا ما عم نعمل شي ما نشوفه كل يوم هيدا بالعكاوي وهيدا بالحلوم وجبنة بلدية وريكوتا ومي وملح نعم راح تطل هلق ديكم كمان بالمي وملح هلق بروسدور كاملة بس قبر راح نتروع لان لازم يسقع شوي انشاف ايه؟ لكن خلصنا الحلوم مي وملح خلصنا عكاوي مي وملح حلوم عم تنطبخ هلق بتشوفه التكستير بتغيير نحن نعملها هون كمان نحن نعملها هون كمان بدي خمس داية بليز بدي اطعجها هون خمس داية وكننا اكلنا فينا خمس داية يلا شو قد خبرنا خمس داية معك ما بدي خبرك بطريب خليكم معها بس شب هالترويقة زيت زيتون خبز وزيت زيتون خبز وزيت زيتون بس بسرعة أورا بسرعة شفية بسرعة في حط الخيارات على طاولين جميلة بس سام بس سام مابجييني بدي لكم كنباي لانو صاروا ساعة بس بس سام مين هو الخيارات الخيارات اللي بيجي عليهم هيدا هايك هول بيزكسكوا على الوجه نتعلع منهم نصر أشقة وطرابيت عليهم وقرشتهم هيدا الخيار الشمسي الطبيعي لكن الحلوم نغليه خمسة دقيق بلش تغليق يا جماعة مرسي مرسي للمحبة ولأنكم معنا وقفتاةوات ما باعري شو سيكون جمعة الجهة كان بلغريم مفقل 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 من هلق لشهرين اجينا على متوقع مما باعري في ضيئ عم تلغي في ناس خيفاني في اشياء بعد ماشي اي ريليا دونت نو فكل او بكرا نوواع نتكر عربة وننشي ونشوف اذا رح نصور ما رح نصور بس اني وي ما تعطي الوهم نال كتير محمسي ونرجع عمضة محضرتكم سلوبيزات كثير حلوة فنحنا إذا ما صورنا بالمطبخ فابتداع من بكرا بكرا نهار كثير حلو كمان زراعي بمنطقة جبال مع مارك بيروت اللي تعرفتوا عليه مرت الماضي وابتداع من منهار الجمعة نرجع منشوف حسب ما هالطرقات بتخدنا والبركة من كفة فهو هنا بتعقد أهوه فيش ح begitu ا Chungha لا تسمعوا لي embaكي ايه نحنا ما صدقنا الان نحن تلاتة مع بعض تلاتة عنا وشي كتير 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 انا بحبه. في احجز? اي اكيد. بدي اذن بس خط يا عبي. يلا صاره خمس داعي. يلا صاره. رح نشيله. شوفوا ازا ما تشعلون بس لانه سرع. بس كي رح تزبط ازا الارد. اوكي. نلعو فيه. لكن انا عبول نحنا دايما عم نشتغل بالبيت. بمطبخ البيت. اوكي. كل الامور بالمعمل بتكونوا مغيره. لانه كل القوية اللي بتكون مختلفة. النار مختلفة. طريقة التحضير مختلفة. كلهم مختلف. اوكي. انا هلأ رح حلف الحلوم. اوكي. هيا يكانت عم تغير. الحلوم دايما لازم ينلف بالنصف من الشناك بتشوفه دايما. طعجة الحلوم كتير اساسية بعالم الحلوم. اوكي. كتير اساسية طعجة الحلوم. والشكل اللي بدا تاخده. رجع بقول. نحنا عم نشتغل على طريقة بيت. الطعامي. ونفس اكيد قطيب. اكيد قطيب. اكيد قطيب من بتشتريوهم. اوكي. رح تشوفوا ايلي بالحلوم. طعجة اللي بنوس اذا شايفينا. سوقنا هلأ وراية ساعت بتشوفوا حلوم زيحة مثل اليو. مقصوصة سليسز. رح تفهموا كيف تنعمل. طعجة. هلأ هايدي دايب. هلأ الشقفة التانية رح شيلها. رح لكم شو يعني بالدوب. الجبن لما منغليها او لما منعطيها حرارة كتير. بيطلع البيقاش. بينزل البيقاش طبعه. بتصير الدوب. بتصير التبرم. بتصير التميع. اوكي. هيدا قيل بالحلوم. بس مشان نربح الوقت. اوكي. رح نقصه. بس مشان نربح الوقت. اوكي. هو بده فينا نتركه بعد اكتر وقت. طلع فيه شو. كل ما قلبنا الحلوم كل ما اخدت شكله. اوكي. مرح مرح مبقشو عم تشتريو واحدك. مرح. كل ما قلبنا الحلوم مرة كل ما اخدت شكله. بزيله. تاخد شكله. حلا بعد شوية اللح سنمعه تزيط سيط. نشوف تجيه. اوكي. 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 بطلع اوكي. بطلع سنجزن نجزع بعضها. و هيدا او رحط اقلي ماي. وهيدا رحلوم تالحلوة و رضمات شوية متل الى ملواين. هيدا لكي. بطلع اوكي. بس مشان مصدقية. اوكي. ساعة خلصناهم كلهم وفي عنا ثلاثة عدة طاولين وفي عنا ثلاثة عدة طاولين طيب مرسي مرتع وقت كون مرسي على ان شانه اتعلمتوا شي جديد معنا وانبسطتوا فيه باعتذر للانترنت نحن قاعدين بقلب عقد متر الحيط من الدولة بس انو اكيد مننا اندوستريال الراوتر معا بيلابينا ما كمين البودي اللقطات يعني دفنتلي فوري ريزين ما عم بنق ابدا كل شي مزبوط هون اكيد اذا طلعتوا على ضيعة باخر الدنيا وين ما كنتم بالعالم رح يكون انتا فيه مثلا بيكي حتى لوفرينج شوي انو الله راد نرجع نهار التالتة نحن عنا كون نكشن شوي احسن نحن نشتغل مع بسام تنفرجش اكتر متطورة من الارض نحن نتروق ونكفل المشوار تانكيو ايجان من احلى بلد بالعالم من الكن جود باي باي مازين باي بسام ستنا مرسي كتير ويلالليقاء